السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا رب حبيب قلبي رسالة النهر دا ليكم رسالة شفا في اي وقت بإذن الله هي لك بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله اللي منكم حبيب قلبي حابب يعمل قراءة خاصة هتلاقوا لينك الادمن وتليفون الواتس طبع الادمن في صندوق الوصف ان شاء الله رسالة اليوم الرسالة النهر دا بتقولك انت تغلبت على حاجات كتير في حياتك فاتت قدرت تقف على رجلك مرة تانية وحتقدر تقف باستمرار في الفترة اللي جاية بمساعدة الهية يعني انت داخل على حاجة حلو داخل على شيء جديد او عمل جديد او يعني مكان ممكن تنقل فيه جديد او سفر انت على فكرة من الاشخاص اللي يمكن بتسفروا كتير او بتتجولوا او على حسب عملكم مثلا بتروحوا وتيجوا كتير فانتوا من الاشخاص اللي هيحصل معاكم طاقة السفر في الفترة اللي جاية كتير لانك هتحصل على شيء جديد في العمل وهتجذب ليك زي عمل جديد او شيء جديد هتدخل فيه بإذن الله هتتناغم مع طاقة الكون فانت بالتالي هتتناغم مع طاقة الوفرة وهتتناغم مع العلاقات على فكرة انت ليك مساعدة من الملايكة في شيء معين انهم يخلوك تطلق العنان يخلوك تنسى اللي فات يخلوك تبطل انك تعاتب في نفسك على شيء حصل وانتهى ليك مساعدة من الملايكة انهم يفتحوا قلبك من جديد للشيء اللي ممكن يحصل في حياتك قريبا ليك مساعدة من الملايكة انهم يخلوك تقطق تزداد وعلى فكرة الملايكة كمان بتساعدك ان يكون ليك زي جلاء بصرية او حدة ادراك او بصيرة نورانية علشان ترى الاشخاص المحبين من حولك سيبك بقى من انك يعني شفت اشخاص الوحشة سيبك من ان حياتك كت مليئة بالغدر والخيانات والاسحار والبلاوي والحاجات اللي بتتعامل كده في الدرة يعني هما هيساعدوك بقى علشان تنسى ده وتبتجي من جديد بانك تشوف الاشخاص المحبين في حياتك لان فيه ناس بتحبك وفيه ناس تتمنى لك السعادة وفيه ناس حواليك بيحبوك جدا 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 بس انت مش واخد بالك منهم ليه من كتر اللي شفته من اسأل بقيت ما بتصقش في حد بقيت حتى ما بتردش على تليفونك على اي حد ولكن الهدية اللي جاي لك من ربنا هو انه هيدخل في حياتك اشخاص محبين اشخاص ما ينقلوش كلامك اشخاص ما يحقدوش عليك يحبوك كده لله في لله زي ما انت شخص من جوه ابيض هتقابل اشخاص من جوه ومن بره ابيض يعني ربنا يحط في حياتك كده او في طريقك هدية من ربنا وهما بشر يحبونك بدون شرط حب لا مشروط يعني استبشر وافتح زراعيق لكبول اشخاص محبين لك حب لا مشروط وافتح زراعيق لهدايا من الله باذن الله هيحصل زي طاقة وفرة دخلة في حياتك وفي نقلة في وظيفتك نقلة كبيرة جدا في اي عمل انت شغال في او اي مجال انت جاي لك نقلة كبيرة في الوظيفة او في المكان اللي انت شغال في ويمكن في منكم هيغير المهنة بتاعته الى تغيير مهني اخر ولكن التغيير ده هيكون مبارك من الله وهيكون لك برضو بمثابة هدية من الله خلي بالك الفترة اللي جاية داخل على فتح بصيرة فانت طاقتك هتزداد وهتوصلك رسائل اكبر فبالتالي هتوصلك زي اهتزازات اعلى في جسدك وهتقدر انك تميز الاشخاص الخبيثة من الطيبين وهتقدر انك تقول بصوت عالي الحاجة اللي انت عايزها من غير ما تكون خايف في منكم كتير بيخاف من كلام الناس من مجتمع من الناس اللي حواليه من حد ينشر لك حاجة معينة او يهددك بحاجة معينة ولكن انت هيكون عندك جرأة غير طبعية وشجاعة وهتقدر تتكلم بصوت عالي وهتقدر تكون انسان تاني خالص لانك هتآمن انك اصبحت اكثر شجاعة واكثر قوة واكثر حماية من الله سبحانه وتعالى ربنا هيحميك يعني الحماية اللي هتكون عندك دي من ربنا على فكرة كمان انتوا ممكن للبعض منكم عندكم تعب في شقر القلب عانيتوا في فترة معينة من حب او من زعل او من كسرة قلب زي ما تقولوا هنا برضو الملايكة بتجلب ليك الراحة انت من الاشخاص اللي يمكن تعبتوا في حياتكم كتير وانكسر قلبكم كتير وما بقاش عندكم ثقة في الاخرين لكن الملايكة تخبرك انها بجانبك وسوف تساعدك على الوصول الى شفاء قلبك بإذن الله مش بقولكم دخلين على راحة وهدايا وعطايا من ربنا بإذن الله استبشر يا صاحب الرسالة فانت داخل على تجديد كامل ممكن للبعض منكم شايرين حملة قيلة على كتافكم ومش قادرين انتوا تتخلصوا من الشيء ده وحسين انتوا بتشتغلوا لساعات طويلة او تعب كتير بس علشان ترضي غيرك بتحاول جاهدا ارضاء الاخرين ولكن انت نفسك مش مرضية عموما اللي انت بتمر بي ده لسبب ما ولكن الحرية جاية لك كل شيء يحدث في حياتك في الوقت ده لسبب انت تعتبر في طاقة مرآة بترى الحقيقة دلوقتي بتشوف الحقيقة لكن في فرصة جاية لك علشان تغتنمها باذن الله لازم تكون اكثر ايجابية يعني في فرصة جاية لك انت هتغتنمها طيب انا لازم عشان اغتنم الفرصة جا يكون ايه ايجابي اكون سعيد يومي يكون في فرح مرح الحاجة اللي بتعملها في الصباح من ضحكة من لعبة من ابتسامة بتعود عليك على اخر اليوم بسعادة بوفرة بكل شيء انت بتتمنى فخلي يومك يبدأ بفرحة ما تخليش يومك يبدأ بك آبة خلي يومك يبدأ بحب فالحب هو لغة هذا الكون الاولى وهو من اصدق واقوى المشاعر الايجابية اللي بتكون داخلنا ومن الصعب جدا انك تزيف طاقة الحب ازاي؟ لان مفيش حد يقدر يزيف الحب يا اما انك تحب شيء يا اما انك لا تحب يا تحب وما تحبوش ده مفيش فيها تزيف انا بحب الشخص ده لا انا ما بطقش الشخص ده انا بحب الله اكل الاكلة دي على الصبح انا ما بطقش الاكلة دي خالص فاهمين ازاي حبيب قلبي انا بحب العب مع الطفل ده بس فيه هنا الطفل ده رخم شوية بيحب يدايقني وبيحب يفاهمين انتوا فاهمين حبيبي فيه حد بيتحب قوي وفي حد بيتكريها قوي فخلي يومك بشيء بتحبه أكلة بتحبها فسحة بتحبها حاجة بتحب تسمعها صوت بتحب تسمعه شخص بتحبه تكلمه خلي يومك يبدأ بطاقة الحب ليه لأن من أفضل الأشياء اللي أنت بإمكانك أنك تعملها أنك تهدي لروحك شيء تحبه اهدي لروحك حب نفسك كمان حب نفسك حب حقيقي وصادق الحب اللي مشروط ولا تنتظر أن يأتيك الحب من الخارج فالخارج ما هو إلا مرآة تعكس ما بداخلك فإذا أنت كنت بداخلك بتحب نفسك صدقني كل اللي حواليك هيحبوك ليه أنتظر أن الحب يجيلي من شخص من بره ليه أنتظر أني حد يحبني أو يديني كلمة الحب كل شيء في الخارج أنت بتنتظر ويجيلك بحب لو حبت نفسك هيتعكس عليك كل ده منطقة تلكون ما تنتظرش أنه يأتيك الحب من الخارج زي ما بقول لكم دايما الخارج هو مرآة تعكس ما بداخلك حب نفسك وحب ذاتك اتقبل نفسك كما هي ما تحاولش تنتقد نفسك حب شكلك حب جسمك حب شعرك حب كل حاجة في حياتك إلا لو كنت بتعمل معصية دي لازم أن إحنا نبطلها ونبدأ أن إحنا نحب التقرب إلى الله لكن أنا بتكلم على الشكل الخارجي طبعك لو أنت حاسس أنه هو طبع كويس جدا تقبل نفسك كما أنت لذا تصالح مع ذاتك وتقبل نفسك فأنت رائع ومثالي بالضبط زي ما أنت كده أنت شخص رائع ومثالي وإذا كنت بتغير نفسك الأفضل فأنت بتكون مثالي أكتر حب نفسك ويبدأ حياتك ويبدأ يومك بطاقة الحب أنت تستحق الحب بالمفهوم الحب الإلهي الغير مشروط وإنشاء رب العالمين ربنا بيحبك والملايكة بتحبك وتقاطي الكون اللي حواليك كلها محبة لك فأنت كائن محب أنت كائن عظيم من خالق أعظم خلق هذا الكون بطاقة الحب ربك هو اللي خلقه وربك هو اللي خلاه يتواصل مع العقل الباطن بحاجات خفية أو مورئية لا ترىها أنت ولكن أنت بتحسها من الداخل أنت تستحق الحب ده الحب اللي مشروط لأنك أنت أصلاً طاقة حب لا مشروط للعالم كله أنت تستحق السعادة واستحق الفرصة اللي جاي لك فابحث دايماً عن طاقة الحب والسعادة في يومك وأعرف أن كل حاجة في حياتك بتأتي لسبب معين يعني لو حبيت فجأة ده مش صدفة لو أنت شخص دخل في حياتك فجأة ده مش صدفة طيب لو خرج من حياتي شخص طيب لو خلني شخص لو بعد عني شخص لو ناس رأيتني لو ناس حاريتني كل ده مش صدفة كله لتزكية روحك ووعيك وإدراكك علشان تقدر تميز بعد كده مين يستحق الحب اللي مشروط ومين لا مين يستحق أندم عليه ومين لا مين يستحق أنه يدخل في حياتي ويضحي بكل حاجة علشان أكون في حياته ومين ما ينفعش أنك تضحي بأي شيء علشان يكون في حياتك لأن في أشخاص تستحق أنك تكون في حياتهم وبيعملوا أي شيء وبيهتموا بك كل الاهتمام ويقدموا لك كل وسائل الراحة ليه؟ علشان بيحبوك علشان مهتمين بي علشان الاهتمام ما بيتطلبش حبيبي لما تفضل تجري وراء إنسانه يهرب منك ده اسمه إهمال اسمه عدم اهتمام اسمه عدم تأدير فقدر نفسك وقدر ذاتك صدقني اللي حواليك حينظروا ليك نظرة تانية وهتلاقي نفسك بتتقدر منهم إنما اللي بيهرب منك ده ما يستحقش ما يستحقش يكون في حياتك لأنه في الأول وفي الآخر إما إنه خايف يكون في حياتك يعني جبان أو إنه خايف من مجتمع والناس يعني برضو جبان أو إنه خايف من إنه صرته تتهز قدام الآخرين ويعني برضو جبان تقريباً كل إنسان بيهرب فهو من داخله خوف وجبن مش قادر يحربهم مش قادر إنه يتخلص منهم فدايماً قدر نفسك وذاتك وما تجريش ورا حد هو ما يستحقكش إنت تستحق اللي يجري وراك مش اللي يجري منك بص لنفسك بص لذاتك قدر نفسك وشوف إنت مين هتعرف مين هي ذاتك الحقيقية وهتلاقي الناس بتجري وراك بحب لما تقدر نفسك وتقدر ذاتك إنما اللي بيجري منك ده سيبه يجري يا سلام إلعب جانس تاني يا حبيبي لكن تكون معايا وفضل أجري وراك كده على طول لا ما فيش كلام ده حبيب قلبي سيبه اللي يجري يجري سيبه اللي يهرب يهرب حبه حب لها مشروط للعالم كله هتلاقي ده بينعكس على حياتك وهتلاقي المراية بتعكس لك الحب ده وإنت للناس هتجري وراك وإنت الناس هتتمنىك وإنت بعد كده مش هتلاقي نفسك محتاج لحد اجي الحب لنفسك علشان تلاقي الحب يعني عندما تعطي فإنت تتلقى أيضا فإجي الحب لنفسك أولا فهتتلقى الحب برضو أنا خلصت الرسالة حبيب قلبي ربكم فتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة